من جهاته قال فيردريك باي الرئيس التنفيذي لشركة ثريو اي كيو ان ادراج الصندوق في دبي بمثابة الخطوة الاولى للشركة مشيرا الى نيتها للتوسع في اسواق عديدة منها لندن وهونج كونج وسنغافورا ونيويورك ادراجنا في دبي هو الخطوة الاولى لنا فكندا ودبي كلاهما يركزان على الاستثمار في التكنولوجيا المالية وبينهم علاقات عالية المستوى في هذا المجال كما وان لديهم قوانين تدعم تلك التكنولوجيا نتوقع بعد هذا الادراج في الامارات بان نتوسع في اسواق عديدة منها لندن وهونج كونج وسنغافورا ونيويورك المستثمرون يشترون البتكون نتيجة ادراكهم لمدى اهمية التكنولوجيا التي تقف خلف هذه العملة هذه التكنولوجيا باقية لانها تسمح للمستثمر بتحويل امواله حول العالم مجانا التداول في العملة الرقمية بدأ يلاقي قبولا في العديد من دول العالم وذلك بفضل القوانين والانظمة التي اصبحت تنظم التعامل بتلك العملات فهنا في دبي نجد الامان والضمان للاستثمار وهذا ما نبحث عنه